موسيقى السابع مساء بتوقيت العاصمة مشاهدين ألم بكم البداية بالعنوين شراء بنغازي يصد هجوما لميليشيات ما يعرف بالكرامة بمحور وصل بلاد ومقتل الثمانية وعشرين من ميليشيات الأخير في الهجوم موسيقى القوة الثالثة تؤكد بأن منطقة وادرلوت جنوب السرط تجمعا لميليشيات الكرامة والنظام السابق وتنظيم الدولة موسيقى في الجزائر انطلاق الاجتماع الوزري الحادي عشر لدول جوار ليبيا موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى التفاصيل أكد مصدر من مجلس شراء ثوار بنغازي ليقانة تنصح الاثنين صد قواتهم محاولة تقدم لقوات ما يعرف بالكرامة بمحور وصل بلاد المصدر ذكر أن قوة المجلس لازالت تسيطر على كافة تمركزاتها بالمحور مضيفا أن قواتهم تمكنت من اعطاب أربع دبابات وناقلة جنود لقوات ما يعرف بالكرامة أثناء محاولتهم التقدم وأضاف المصدر أن طيران ما يعرف بالكرامة الطيران الأجنبي شن عدة غارات جوية منذ بداية الصباح على منطقة وصل بلاد هذا وقتل ثمانية وعشرون فردا من قوات ما يعرف بعملية الكرامة الاثنين ثرى الاشتباكات التي شهد محور وصل بلاد ذلك حسب وكالة بشرى الاخبارية الوكالة نقلا عن مصادر طبية فادت بإصابة سبعة وأربعين فردا آخرين بينهم سبع حالات بطري اطراف حسب ما ذكرت بما أضاف مصدر من قوات ما يعرف بالكرامة بإصابة أحد القادة الميدانيين في الاشتباكات التي شهد محور وصل بلاد هذا وقتل اثنان من العمالة الوافدة بمنطقة وصل بلاد نتيجة القصف الأجنبي الذي تعرضت له المنطقة مساء لحد المصدر في تصريح للتنصح ذكرت طائرات من نوع ميراج تستادف المنطقة كما شنت طائرة نوع ايرتراكتر أكثر من ثمان غارات مضيفا أن قوات ما يعرف بالكرامة تكثف من استهدافها لمنطقة وصل بلاد منذ بداية الصباح بالمدفعية الثقيلة وينضم إلينا عبر الهاتف مشاهدين أحد ثوار بنغازي السيد أحمد الجازوي سيد الجازوي أعلن وسلم بك في السابع على شاشة التناصح ولو تحدثنا عن آخر التطورات الميدانية في محاور القتال في مدينة بنغازي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قضعت اليوم منذ بداية الصباح الثاكر قامت قوات مجرم الحرب أحسر بعد أن كانت تعد وتجاهز منذ أيام وتحشد العتاء والعساس على جميع المحاور قامت بهجوم متزامن على أغلب محاور وفق المدينة من جهة الميناء ومن جهة عقشار عمر بالعاص ومن جهة الظريح ومن جهة الصابري ومن جهة التحشيد الأقبر كان فيه من جهة السمة لكن ولله الحمد وفضل الله وسواعد الرجال أبطان من طوار برغادي أبطان مجلس شورى طوار برغادي قاموا بصد هذا النجوم رغم وجود جميع نواع الطيران الأجنب الإماراتي والمصري والتي تحلق وتسامد هذه القوات المسلمة قاموا بصد هذا النجوم ولكن يأخذ أي تمركز بمجلس شورى ومن جهة المدارة فيه من جهة الشورى ومن خلص وفضل تكمير أربعة تابات عن واحدة في الدينة وواحدة عند الدينة وقتا عن الضريح وفي وقتا تخلص مدارة فيهنبي بلدات الدينة أيضا ما تخليص مكثف يعني تم حاولنا في حالة تشكل مكثف من جهة الجاز الطابع من عزة بواجرين لكن تم محافظوا هو وإحرامتها للكامر لكنهم قتلى كثيرين وشارحة كثيرين حسب آخر محطات طيب سيد الجازوي هل تدخل الطيران في معارك اليوم؟ نعم تتخل طيب أنا اليوم في هذا صباح مثامها لهم لكن لله الحمد مننا بفضل الله وكرماتنا والله حتى الشوء اليوم كان مساعد جدا هذا الصورة عملية القصص وهذا صوته منه وكرمه لله عزيز والله والحمد لله في الأخير وصدر على آخر طهر في الظهور سوء طبراحة بنغازي طيب سيد الجازوي طيب سيد الجازوي صفحات محسوبة على تيار الكرامة تناقلت أخبار عن سيطرة الميليشيات على ميناء بنغازي وكذلك بعض المناطق داخل سوق الحوت وكذلك ساحة محكمة شمال بنغازي ما مدى صحة هذه الأخبار؟ طبعا هذه الأخبار غير صحيحة وغيرية نصحة هم حاولة تقدم تنفط ذكرها في طبعاتهم هي محاولة تقدم وتنفطها ولم تفتر قوات مجلسورة أي نقاط ندعنا يستطيعون بنقاطهم بالكامل التصوير الكبيرة الأخبار هو في العتاة يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد أحمد الجازي وحثثور بنغازي على كل حال شكرا جزيلا لك سيد أحمد هذا وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مسجلا يظهر آمرا محاور ميليشيات الصعقة التابع للكرامة محمود الورفلي وهو يعدم شخصا قال إنه جزائري يتبع ما يعرف بتنظيم الدولة جاء من حد الدنيا عشان يبتني بيقصة باسم الدين جاء عشان يبتني بيقصة باسم الدين يدفع الملكات وقوصم الشريعة فيه فيه في الإسلام للسيدية في الفتاوي والصفحة فيه المقصود يقول التيرون يغفر وشريعتهم يشهد عليه وكبارهم فيهم الله أكبر والله ما قدرنا على أقلهم إلا تقربا من وجه الثالثين في طول النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون بالأززة الثالثة على إباع اعتماعي وقعا وقعا فيهم حق كله معاجبا لله يبا وقعا ووحمز بسيس الصفح من وتثر ونعود مرة أخرى إلى سيد أحمد الجازوي واحد ثوار مدينة بنغازي سيد الجازوي كنا قد تحدثنا عن إصابات ميليشيات الكرامة وكذلك محاولة تقدمهم للسيطرة على مواقع مجلس شورى ثوار بنغازي وبعض الأخبار والإشعاعات التي تنقلتها صفحات الكرامة هناك أيضا أخبار تفيد بأن مجرم الحرب حفتر أصدر تعليمات لقواته بالانسحاب من محاول القتال اليوم في منطقة وسط البلاد يبدو أن المكان الذي تواجد به سيد أحمد الجازوي به مشكلة في الاتصال على أي حال شكرا جزيلا لك سيد الجازوي قال القائد الميداني بسراية دفاع عن مدينة بنغازي أحمد التجوري في ذكرى مرور السنة الثالثة على ما يعرف بعملية الكرامة قال إن العملية التي أطلقها مجرم الحرب حفتر لم تأتي إلا بالتهجير وبالنزوح بغلاء الأسعار ونقص الصيولة وتعطيل مصالح المواطنين ثلاث سنوات على نكبة الكرامة ومشروع حفتر المشؤوم الذي دمر به البلاد وخاصة بنغازي شرارة الثورة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ثلاث سنوات عدا على رأس المواطن البسيط ما بين نزوح وتهجير وغلاء الأسعار وارتفاع سعر الدولار ونقص السيولة وتعطيل مصالح العباد المطار اللي كان قريب والناس يقضوا في مصالحهم والمرضى يسافروا من قريب توا ما يخدم إلا لقصف وخراب وتدمير مدينتنا بنغازي وضمس معالمها والمينة اللي كانت تخدم وحرك الاقتصاد في المدينة دمرها وعطلها وعطل مصالح التجار والناس وسبب أزمة اقتصادية جدت على رأس المواطن اللي كان في غنى عنها ومستح منها وأضاف التجوري أن الليبيين كافة تنشهدوا ما فعل مشروع مجرم الحرب حفتر في بنغازي وكيف كانت المدينة قبل مجيه حفتر وبعده إضافة إلى جر لأبناء المنطقة الشرقية الذين غرر بهم للقتال ضد إخوانهم لو لا مشروع حفتر المشوم الذي أثر على البلاد كلها في الشرق والغرب قارنوا يهنى بين سعر الدولار والبضايع قبل مشروع حفتر وبعده وكيف كانت بنغازي في نهضة اقتصادية وتو وين وصلنا من معاناة وموت وإصابات في أبناء برقى اللي غرر بهم حفتر أما الترقيات والرتب والمزايع والصفقات لحفتر وعيالة فهذه ثلاث سنوات عجاب في هنى في برقى فمتى تفيقوا تفطنوا لهذه المؤامرة والانقلاب اللي دارها حفتر على ثورة فبراير ودعا تجري كافة قبائل المنطقة الشرقية للرجوع إلى الحق ونفض أيديهم من مجرم الحرب حفتر لإنقاذ البلاد ندعو قبائلنا وهنى في برقى إلى الرجوع للحق والعمل جاد على وقف نزيف الدم بين أبناء ليبيا ونفض أيديكم من المجرم الحرب حفتر وانقاذ البلاد والعباد من هالمؤامرة اللي دمرت بلادنا ونحن يدينا ممدودة لكل من يسعى للإصلاح وحقنا الدماء ولكل من هم مصلحة ليبيا ومصلحة أبنائه وإلى الجنوب الليبي حيث قال مدير مكتب الإعلام للقوة الثالثة محمد قلوان أن ما حدث السابت من اعتداء على أفراد القوة الثالثة كان في أثناء تغيير المناوبات لأفراد القوة وتم الاستداف ليلا قلوان في تصريح للتناصح وضح أن منطقة اللود أصبحت نقطة تجمع لميليشيات الكرام وازلام النظام السابق وتنظيم الدولة مضيفا أن خطرهم سوف يطال كل مناطق ليبيا بتمركزهم في المناطق الجبلية وأشار إلى أن قطع طريق إمداد القوة الثالثة وتجويع للجنوب بالكامل من جهته قال المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أن قوات العملية مشطت اليومين الماضيين مناطق واسعة ضمت واد الرمل لبطح جرارا بودربالا ووادي الموشمة ضمن عمليات تأمين الأودية والمناطق الصحراوية جنوب مدينة سر وأوضح المركز في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك لحد نقوات البنيان المرصوص استاءت من عدم اهتمام الحكومات في تعاملها مع الشكاوى السابقة المتعلقة بنفس الخدمات واستئناف عمل المؤسسات في سرط وأكد المركز وجود تقصير في توفير المعدات اللوجستية وكشفات الألغام المطلوبة لتيسير عودة الحياة إلى طبيعتها في سرط بدورهم طالب جرح عمليات البنيان المرصوص في الساحة التركية بنقل الحالات الخطيرة والتي تحتاج إلى عناية خاصة إلى مراكز علاجية متخصصة في الدول المتقدمة في علاج جرح الحروب والعمليات العسكرية جاء ذلك في بيان لعدد من جرح عمليات البنيان المرصوص لحد تأم فيه الرئاسية المقترح وغرفة عمليات البنيان المرصوص بالخدلان خلال عدم سداد الديون المتراكمة على الدولة الليبية لصالح المستشفية التركية ما انعكس سلبا على مستوى العناية الطبية المقدمة لجرح كما طلب الجرح في بيانهم بضرورة تفعيل قرار المنحة المالية المقررة لجرح عمليات البنيان المرصوص ولم يتمكن الجرح من طرق العلاج كما كان في السابق مما أدى إلى عدم انسياع المستشفيات أوامر اللجنة المشرفة لتحسين الخدمات ونحن جرح عمليات البنيان المرصوص بالساحة التركية نطالب بالآخر نقل حالات العناية الفائقة والحالات الفطيرة والشلل والحالات التي تحتاج للعلاج الطبيعي المكتف إلى الدول المتقدمة في هذا المجال والحالات التي يتعذر علاجها في الساحة التركية ونطالب بتحويل الأموال لسداد الديون المتراكمة لاستكمال علاج الجرحة والمراجعات ونطالب بتوفير منحة للجرحة المتواجدين في الساحة التركية بالرغم من صدور قرار في ذلك ولكن لم يستلن جرحة الساحة التركية أي منحة وعليه في ختام هذا البيان نحمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وغرفة العمليات الخاصة للبنيان المرصوص المسؤولية التامة والعواقب التي تترتب على عدم الإيفاء بالمطالب في مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ إصدار هذا البيان في ذات الوقت الذي تمر فيه الذكرى الأولى لانطلاق البنيان المرصوص يعاني جرح العملية في مستشفيات الخارج من أهمال رئاسي المقترح ووزرائه المفوضين مع مرور الذكرى الأولى لانطلاقة ملحمة البنيان المرصوص التي حررت مدينة سيرت أكبر معقل لما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا يغيب على كثيرين الحال الذي وصل إليه جرح هذه الملحمة التاريخية فالكل يسهب في ذكر المعركة والإطراء عليها ولكن لا أحد يتحدث أو يتابع معاناة أكثر من ألفي جريح جراء المعارك الطاحنة جرح البنيان المرصوص أو سمة على صدر الوطن الجريح وكيف لا وهم الذين خاضوا أشرس المعارك منذ الثورة على نظام الجذافي وحتى الحرب على ما يعرف بتنظيم الدولة ولكن يبدو أن ذلك لا يكفي عند المجلس الرئاسي المقترح ووزرائه المفوضين فمع مرور الذكرى الأولى يخرج بيان لجرح عملية البنيان المرصوص في الساحة التركية يشتكون من سوء المعاملة الناتجة عن تأخر الحكومة المقترحة في صرف مستحقات العلاج للمستشفيات ولقد قدمنا في سبيل هذا الوطن الغالي والنفيس فمنا من فقد أطرافه ومنا من فقد بصره ومنا من فقد سمعه ومنا من صار عاجزا عن الحركة تماما ونكسف أن نقول عاجزا عن شرب الماء وتنامل الطعام بنفسه ورغم كل هذه التضحيات لم نكن نتوقع الفدلان والتفريط في علاج الجرحة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الحكومة المقترحة والتي يسعى رئيسها جاهدا لاسترضاء مجرم الحرب حفتر بأي شكل من الأشكال حتى لو تماد الأخير على قوات قال الرئاسي إنها قواته سواء كانت في الجنوب أو الغرب أو الوسط الحكومة التي قام أحد نواب رئيسها وهو فتح المجبر برصد وديعة بقيمة ثلاثة ملايين وثمانية وستين ألف يورو في حساب جرح ميليشيات الكرامة بتونس بمنطق المنطق أن لا حكومة في أي بلد وتحت أي ظرف تقوم بدعم عدوها الذي من المفترض أنه يقف ضدها ويتحين الفرص لإسقاطها ولكن الأكثر منطقية من هذا هل كان السراج يوما طرفا مفصولا عن قائد التمرد المسمى حفتر وهل كان لكليهما مشروعه لوحده لا لم يكن ذلك يقول أهل العقل والمنطق ولكن للمتسائلين عن البديل فغير ذلك تماما حتى جعلوا من السراج والمجبر والبرغثي ممثلين للثوار إنهم ساء ما كانوا يعملون المعتصمين على المجلس البلدي من الصلاة الأثنين عن اعتدارها لأهالي المدينة بسبب ما وصفته بتعند المجلس البلدي ورفض لمبادرة التحكيم القضية التي قبلها المعتصمون اللجنة في بيان لها أوضحت أنها وصلت إلى طريق مسدود مع المجلس البلدي وقدمت ما يمكن أن يكون حلا يحافظ على المسال الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة إلا أنها لم تلقى إلا الرفض غير المبرر من عميد وعضاء المجلس البلدي انطلقت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة الاجتماع الوزاري الحادي عشر لدول جوار ليبيا برعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإنهم من المقرر أن يبحث المشاركون في الاجتماع التهديدات التي تواجه المنطقة ما في ذلك تنامي النشاطات المنظمات الإجرامية والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وإن درج هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي شرع فيها أمس الأحد بالجزائر وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبداليادرم ساهل مع رؤساء وفود الدول جوار ليبيا بحسب الوكالة من جهاتي أكد الوزير الجزائري عبداليادرم ساهل أن الدورة الوزرية القادمة الثانية عشر لدول جوار ليبيا ستعقد بالعاصمة الليبية ترابلس ساهل في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على أهمش الاجتماع الوزرية الحادي عشر لبلدان جوار ليبيا المنعقد بالجزائر قال إن هذه الدورة ستسمح لهم بتبليغ رسالتين مهمتين للشعب الليبي أولها أنهم دول الجوار إلى جانب الشعب الليبي من أجل مساعدة للخروج من الأزمة والثاني أن الدورة المقبلة ستعقد في طرابلس إنتظار كبير للحرم السياسي والخروج من الأزمة لأن ليبيا عنها إمكانيات عنها يعني طاقات هائلة تسمح لها أن تكون حقيقة دولة مظاهرة إذن هذا الاجتماع يندرج في إطار مرافقة إخواننا الليبيين في حل مشاكلهم وليس تدخلا في شؤونهم بدوري يناقش مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتين كوبلر في اجتماع لا ولاحد مع الممثل الخاص للاتحاد الافريقي في ليبيا جاكايا كيكويت التطورات السياسية الليبية وفي تغريدة لا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وصف اجتماعه بممثل الاتحاد الافريقي بالممتاز معربا عن امتنان الالتزام الاتحاد بعدم العملية السياسية في ليبيا ويأتي هذا الاجتماع بحسب عدد من الناشطين بعد الزيارة الأخيرة الذي قام بها رئيس المؤتمر الوطني العام نوريا بوساهمين رئيس مجلس النواب المنحل عقيل صالح لدولة غينيا بدعوة رسمية من الاتحاد الافريقي لبحث سبل حالة الأزمة الليبية أكد وزير الخارجية النيجاري إبراهيم يكوبا على أهمية اجتماع الجزائر لإيجاد تسوية للأزمة الليبية وزير الخارجية في كلمة لا عقب وصول العاصمة الجزائرية للمشاركة في اجتماع دول جوار ليبيا أضاف أن اجتماع اليوم يمثل فرصة للتعبير عن انشغال دول الجوار بخصوص ما يجري في الجنوب الليبي إضافة إلى مناقشة انتشار الجماعات الارهابية حسب قوله وأكد الوزير النيجاري على مساندة بلاده لحوار الليبي مشاركة جميع الأطراف الليبية كما أكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور لنظيره الجزائري عبدالقادر مساهل على ضرورة التنسيق السياسي والأمني بين البلدين لعادة الاستقرار إلى ليبيا وقال الوزير غندور في تصريحات صحفية عقب استقباله في الجزائر استعدادا لاجتماع دول جوار ليبيا قال إنه جرى الاتفاق على التنسيق سياسيا وأمنيا بين الأجهزة المختلفة وصول إلى سلام وأمن في ليبيا وأكد الوزير السوداني مساعي حكومة لتأمين حدودها مع ليبيا تصدي للحركات المتمردة التي تقاتل مع أحد الأطراف حسب قوله في شأن آخر أكد عبدالقادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية أن زيارته الأخيرة إلى مناطق الجنوب جرت بالتنسيق مع السلطات الليبية مساهل في كلمة بجلسة افتتاح اجتماع دول الجوار الليبي بالجزائر العاصمة الاثنين أردا على اتهامات مجلس النواب المنحل قال لقد تمت الزيارات التي قادتني إلى عدة مناطق ليبية بتنسيق وموافقة من السلطات المعنية مشار إلى أن مجلس النواب المنحل التأمى الوزير الجزائري عبدالقادر مساهل بانتهاك سيادة الدولة الليبية عقب زيارته الأخيرة إلى مدن الجنوب قال وزير الخارجية الإيطالية جلينة ألفان أن تشكيل جيش ليبي تحت قيادة موحدة لا يمكن أن يتم إلا باتفاق كافة ليبيين شرقا وغربا وجنوبا ألفان في تصريح لوكالة الاستامبال إيطالية شاد بتضحيات كتائب ثوار مصراتة وتحريرهم لمدينة سرط من قبضة ما يعرف بتنظيم الدولة أضاف الوزير الإيطالي لأن الوضع في ليبيا غير مستقر ويحتاج للعمل من أجل تحقيق السلم والأمن في البلاد حسب الصحفة أشهدنا السابع متواصلة وفيها بعد فاصل شورى مجاهدي درنا يفرج عن 27 سجينا بينهم عناصر تابعون لما يعرف بالكرم ترجمة نانسي قنقر أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصتك الشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحرا لعين الشمس في الفلواتي أتظن أنك قط مستهويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا ثناء لذائر أنا كالقيامة ذات يوم آت أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصتك الشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلواتي أتظن أنك قط مستهويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا ثناء لذائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي أنا مثل عيسى عائد وبقوة من كل عاصفة ألم شتاتي سأعود أقدم عاشق متمرد سأعود أعظم أعظم الثورات أخبير الله أكبر أهلا بكم مشاهدينا من جديد لقي 11 مهاجرا حدفا ما فقد نحو 200 مهاجر بعد حادثي غرق قبالة السواحل الليبية حسب ما فادت بير مفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية في الحادث الأول استقل نحو 132 شخصا زورقا مطاطيا أبحر الجمعة من ليبيا لكنه بدأ يغرق بعد ساعات وتمكنت السفينة الدنماركية أليكسندر مايرسك من إنقاذ خمسين من هؤلاء ونقلتهم الأحد لا سقل يبناء على طلب من خفر السواحل الإيطالية الذين طلبوا منها تغيير مسارها في الوقت نفسه تم العثور على جثث عشرة نساء وطفل الاثنين على شاطئ الزاوية وفقا لمسهولين في الهلال الأحمر الليبي من جانب آخر حذر الناطق باسم القوات البحرية يوب قاسم من وجود نوايا أوروبية لتوطين المهاجرين غير الشرعيين القادمين من بلدان أفريقية على الأراضي الليبية قاسم في تصريح صحفي له أوضح أن أوروبا ترغب في جعل ليبيا نقطة انتقال المهاجرين مرجعا ذلك لضعف الحكومات الليبية والانقسام السياسي الحاصل في البلاد طلب الناطق باسم القوات البحرية الجهات المختصة بضرورة الاهتمام بقضية الهجرة غير الشرعية خصوصا بعد إسهام عدد من المنظمات الموجودة في مياه المتوسط في ازدياد عدد المهاجرين عبر ليبيا إلى قارة أوروبا وغير بعيد أحبطت السلطات الإيطالية عمرية تهريب لشحنة من مخدر ترامدول بميناء جنوة كانت في طريقها إلى ليبيا بحسب صحيفة جنوة اليوم قام مكتب مكافحة الاحتيال بالتعاون مع الوكالة الإيطالية لقمع تجارة المخدرات صباحا لاثنين برصد ثلاثة حويات داخل ميناء جنوة على متنها شحنة من مخدر ترامدول مخبأة داخل حقائب كانت معدة للتهريب إلى الأراضي الليبية جهته قال مسؤول الجمارك بإقليم ليغوريا أن الحمولة المصادرة قدرت بسبعة وثلاثين مليون قرص ترامدول أفرج مجلس شورى مجادي درنا الاثنين عن سبعة وعشرين سجينا محتجزين لديه في قضايا مختلفة بعد توقيع تعهدات من ذويهم ومن بين المفرج عنهم عن عصير موالونة لمليشيات الكرامة ألقي القبض عليهم في وقت سابق مثل قيامهم بعمليات رصد وجمع معلومات لحساب مليشيات الكرامة داخل المدينة جاء قرار الإفراج بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك كمبادرة من مجلس الشورى الذي قدم بدوره مساعدات مادية وعينية للمفرج عنهم بهذه المناسبة شاروا إلى أن المجلس كان قد افرج في وقت سابق عن عدد من العناصر التابعين لما يعرفوا بالكرامة داخل مدينة درنا وخارجها بحضور عدد من عيان القبائل والمشايخ وقد رأى الأخوة في قيادة المجلس الإفراج عنهم وذلك اقتداءا بسنة النبي عليه السلام وأصحابه واقتداءا بهذه السنة قاموا الأخوة في المجلس الشورى بإطلاق صراحة هؤلاء سجنان يوم قاموا مجلس الشورى مزاجبي درنا وقد رأى الأخوة في قيادة المجلس الإفراج عنهم وذلك اقتداءا بسنة النبي عليه السلام وأصحابه واقتداءا بهذه السنة قاموا الأخوة في المجلس الشورى بإطلاق صراحة هؤلاء سجنان يوم قاموا مجلس الشورى مزاجبي درنا وقد افرج على عدد من السجنان وعدد من سجنان أثنى المجلس البلدي لمدينة سبع على جهود حكماء وعيان قبلتين أولاد سلمان والمحامين في إقاف الاقتتال بين أبناء المدينة الواحدة المجلس في بيان الله طالب الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها في الجنوب الليبي من خلال دعم الجهزة الأمنية للقيام بدورها بالشكل المطلوب وناشد بلدي سبع وسائل الإعلام بتحر الصدق في نقل المعلومات قبل بثها والكف عن البحث عن الإثارة الإعلامية على حساب دماء أبناء الليبيين حسب وصف البيان عين مدير أمن سرط العقيد الصديق بن سعود الأثنين العقيد فرج رحيم حواس رئيسا لقسم المرور بالمدينة أما عين العقيد محمد مراجع مساعدا للشؤون العامة بمديرية الأمن حيث شغل بن سعود منصب مدير الأمن الوطني في مدينة سرط يناير الماضي بتكليف من غرفة عمليات البنين المرصوص بناء على كتاب اللجنة المكلفة بتفعيل الأجهزة الأمنية في المدينة اذكرنا العقيد بن سعود من الضباط المتميزين بمديرية أمن سرط الذين قدموا مجهودات وأعمالا متميزة لمديرية الأمن منذ سنوات يشغلوا بن سعود قبل تكليفه رئيسا لمكتب المرور والترخيص بمديرية أمن سرط أغلقت بلدية طرابلس المركز محيط الكورنيش البحري الممتد من أمام جسر الودان إلى جزيرة الدوران مدخل الميناء بحواجز خرسانية منعا لسير المركبات في ساحة الكورنيش جاء ذلك بعد عدة بيانات أصدرت البلدية خشية انهيار مفاجئ للكورنيش الناتج عن التصدعات التي تحدثها السيارات لحفظ حقوق المواطنين بالجلوس والتمتع في الساحة أما حذرت البلدية كل من يخالف الإجراءات المتبعة لحمية الكورنيش بالعقوبات وفق الإجراءات واللوائح القانونية افتتح صباح لاحد بصالة التدريب بديوان بلدية طرابلس المركز ورشة عمل بعنوان دعم الإحصائي الاجتماعي في المشاركة المجتمعية والسياسية في دور المؤسسات التعليمية ذلك من أجل التوعية والإرشاد في واقع أهمية الدستور القوانين وأنواعها ودورها في الحياة العامة الاتخابات والاستفتاءات والمشاركة السياسية ودورها في المجتمع المدني كان الحضور المستهدف للورشة هم الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس والمؤسسات التعليمية والاجتماعية قبل ختام السابع مشاهدين تذكير بأبرز ما ورد فيها شورى بنغازي يصد هجوما لميليشيات ما يعرف بالكرمة بمحور وصل البلاد ومقتل ثمانية وعشرين من ميليشيات الأخير في الهجوم القوة الثالثة تعكد بأن منطقة وادلوت جنوب صر التجمع لميليشيات الكرامة والنظام السابق وتنظيم الدولة في الجزائر انطلاق الاجتماع الوزري الحادي عشر لدول جوار ليبيا وجاء في السابعة أيضا شورى مجيذ درنة يفرج عن سبعة وعشرين سجينا بينهم عناصر تابعونا لما يعرف بالكرمة إلى هنا مشاهدين نصل بكم إلى خطاب السابع قدمنا لكم من قناة التناصح شكرا على حسن المتابع إلى اللقاء اشتركوا في القناة